تأثيرات النصوص بتجعل تصميماتك أكثر جاذبية وتأثيراً وبتساعد في لفت انتباه المتابع للمنشور أهلاً بكم في فيديو جديد هنتعرف على طريقة عمل 3 تأثيرات مختلفة للنصوص باستخدام موقع Canva معيكم منا محمود هشارك معكم كل ما يخصص نوع المحتوى والتصميم والتسويق اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة هندخل على موقع Canva ونفتح التصميم بأي مقاس إحنا عاوزينه أنا هستخدم مقاس الإنستجرام بوست هضغط عليه هيبدأ يفتح لي الإدتر هضغط على Apps وهبدأ أكتب في السرش اسم التطبيق أول تطبيق هنستخدمه Type Extrude وضغط على Enter وده شكل التطبيق هضغط عليه دي وجهة التطبيق نبدأ نكتب في البوكس النص اللي احنا عاوزينه فهعلم كده على Text وضغط على Delete وأكتب مثلا Dream تاني حاجة الفونت في مجموعة كبيرة من الخطوط في التطبيق وممكن نعمل سرش عن اسم أي خط احنا عاوزينه مثلاً هكتب كده اسم الخط هيبدأ يظهر لي هضغط عليه وارجع من السهل ثالث حاجة نبدأ نزبط التنسيق عندنا alignment ده تنسيق تاكس عايزينه شمال أو في النص أو على اليمين أنا هخليه في النص عندنا line height عندنا border width اللي هي عرض الحدود يعني مثلاً هبدأ ان أنا أشدها كده أي حاجة أنا بعملها في التنسيق بتبدأ انها تظهر لي هنا في preview فقدر ان انا اجرب انا مثلاً عايزة اعمل border كبير عايزة اقلله اشوف انا التصميم بتاعي انا عايزة التأثير التكست ازاي مثلاً هخليه كده بعد كده عندنا الانجل اللي هي زاوية الشادو يعني مثلاً لما ابدأ اشدها كده ناحية اليمين بيبدأ ان هو يتحرك بالشكل ده عايزة اخليها تكون الزاوية الناحية دي ابدأ ان انا احركها بالشكل ده فأنا مثلاً هخليها بالشكل ده كده عشان تديني 3D عندنا اللينز اللي هو طول الشادو زي كده بنلاقي تأثيرات كتير بالشكل ده فنقدر من هنا ان احنا نحدد اللينز طول الشادو فمسلاً انا هخليها وسط شوية كده عشان تديني 3D اكتر بعد كده عندنا الكالر عندنا تو كالر عندنا اول كالر اللي هو بيكون ليه علاقة بالتكست يعني لو انا ضغطت عليه كده هيبدأ يفتح لي البالت وابدأ ان انا اختار الكالر فبيبدأ ان هو يغير لي التكست نفسه والكالر التاني ده كالر الشادو نبدأ ان احنا نجرب لغاية ما نشوف احنا التصميم بتاعنا عايزينه ايه فأنا مثلاً هغير البلو لريد بالشكل ده ده شكل الديزاين بتاع التكست بعد ما خلص اضغط على add to design هيبدأ يضاف داخل البيج ابدأ ان انا بقى اكبره ابدأ ان انا اصغره بالشكل اللي انا عايزاه واضيفه في اي مكان ونبدأ نجرب التطبيق التاني هرجع تاني على apps واكتب في search text maker واضغط على enter هو اول تطبيق هضغط عليه دي واجهة التطبيق هنبدأ نتعرف عليها ده ال preview بعد كده عندنا effects وهنتعرف عليها اول حاجة ابدأ ان انا اغير التكست اكتب التكست اللي انا عايزاه مثلاً هكتب dream اي تكست انا هكتبه هيبدأ يظهر لي هنا في preview هبدأ اضغط على see all من effects هيبدأ يظهر لي كل ال effects عندنا 3d عندنا الجولد عندنا الكوميك عندنا الجرافيتي عندنا نيون عندنا retro عندنا metal عندنا fire عندنا تاتو عندنا جميع ال effects والتأثيرات كلها يعني مثلاً هندخل على 3d هضغط على see all هيبدأ يظهر لي مجموعة من 3d effects ابدأ ان انا اتفرج على ال effects وابدأ ان انا اختار شكل مثلاً من ال effects على حسب التصميم بتاعي مثلاً عايزة اعمل gold ابدأ ان انا اختار في مجموعة كبيرة من ال gold effects عندنا نيون لو ضغطت على see all هيبدأ يظهر لي النيون مثلاً هاختار ال effect ده هضغط عليه هيبدأ يتنفذ على طول ويظهر لي في ال preview ممكن اغير نوع الخط هروح على font وابدأ ان انا اختار font مختلف مثلاً بعد كده اعمل text alignment عايزة left عايزة في center عايزة في right وابدأ ان انا بعد كده هضغط على little spacing كل ما انا هشده هيبدأ ان هو يفصل الحروف عن بعضها ولو انا جبته كده هيدخل الحروف داخل بعضها فانا هبدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده علشان تكون متنسقة بعد ما انا اخلص اي تأثيرات انا عايزها ممكن انا اضغط على color وابدأ ان انا اغير اللون مثلاً انا عايزة اغير اللون لعملوا ابدأ ان انا اختار الالوان على حسب طبعاً التصميم بتاعي ابدأ ان انا اغير انا مش عايزة اغير هكتفي كده بالتأثيرات دي وبعدها اضغط على هاد تو ديزاين هيبدأ يضاف داخل البيتش بالشكل ده وابدأ ان انا اكبره او اصغره واضيفه في التصميم بتاعي هنبدأ نتعرف على التطبيق التالت هكتب هنا في السورج فونت فريم هو ده التطبيق هضغط عليه هيبدأ يفتح لي وجهة التطبيق ودي عبارة عن ان احنا بنضيف داخل النص صورة هنبدأ نشوف ازاي وده البريفيو بتاعها هنبدأ ان احنا نكتب مثلاً هنا هنغير التكست ونكتب مثلاً سامر بالشكل ده عندي طريقتين ان انا اختار بهم الصورة اول طريقة ان انا هضغط على وابدأ ان انا ارفع الصورة من اللابتوب هضغط على وابدأ ان انا اختار الصورة الطريقة التانية ان انا استخدم صورة من داخل كانفا ازاي ان انا استخدم صورة من داخل كانفا هروح على واكتب في سورش مثلاً سي واروح على فوتوس وابدأ ان انا اختار صورة هبدأ اختار الصورة دي هضغط عليها هتضاف داخل البيج هرجع تاني للتطبيق اللي هو فونت فريم اول معلم على الصورة هيبدأ يتفتح use selected image هضغط عليها هيبدأ يحول لي الصورة دي تكون داخل التكست لو عايزة اغير الاسكيل ابدأ ان انا اشدها بالشكل ده اغير البوزيشن بتاع الصورة عندنا ان احنا نقدر نغير نوع الفونت مثلاً عايزة اختار نوع الفونت دة هيبدأ يغير لي نوع الفونت على حسب ما انا عايزف ابدأ ان انا اعمل الالاينمند عايزة اتقل شوية ال الاوطلاين هبدأ ان انا اشد كده بتاعه ابدأ ان انا لو عايزة اعمل ان انا افكها شوية عن بعضها بالشكل ده لو عايزة اقربها هعملها بالشكل ده عندنا line spacing اهو نبدأ ان احنا نعمل مسافات ما بين لو احنا عاملين اكتر من line لو احنا ضايفين اكتر من كلمة تحت بعض نبدأ ان احنا نحرك من line spacing يعني مثلا نرجع تاني عند image and text مثلا هكتب summer time بالشكل ده وارجع تاني على setting وابدأ ان انا هابدأ ان انا اشد line spacing هيبقى بالشكل ده افصل الورد دي عن الورد دي لو انا عايزة اقربهم عن بعض بالشكل ده ابدأ ان انا ازبطها على حسب التصميم بتاعي هارجع تاني على image and text وهامسح time وهيخليها summer بعد كده هضغط على add to design هيبدأ يضاف التكست داخل ال page ابدأ ان انا اضفها في المكان اللي انا عايزاه وابدأ ان انا اكبرها واصغرها على حسب التصميم بتاعي بيديني تأثير طبعا حلو طبعا كنا بنعمل التأثير frame بطريقة اصعب من كده فالتطبيق ده سهل لي طريقة وضع الصورة داخل الكتابة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وانتظروني في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر